يتوجه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم في زيارة رسمية على رأس وبد رفيع للعاصمة الفرنسية باريس وذلك تلبية لدعوة من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسية جرار لاشي تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات البرلمانية التي تجمع بين البلدين وكذلك بحث سبل تعزيزها خلال الفترة القادمة